سمحت منظمة الصحة العالمية بالاستخدام الطارئ للقاحات الصينية فيما يخص فتح الحدود أمام المسافرين الحاصلين على تلك اللقاحات ورخصت منظمة الصحة العالمية لاستخدام الطارئ للقاحين سينوفارم و سينوفاك لكن معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية لم تفعل ذلك حتى الآن يأتي هذا في حين أعلنت المنظمة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع مجدداً الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية محضرة من خطر حدوث موجة وبائية جديدة في القارة الأوروبية